بسم الله الرحمن الرحيم بعض الرؤى مذهلة ويظل الإنسان يتعجب منها سأحكي تلك الرؤية أرسلتها إحدى النساء تقول لها بنت عندها أربع أشهر فرأت أن تلك البنت تحولت إلى حمامة حمامة خضراء وأن المرأة وزوجها في خيمة مفتوحة والبنت في صورة حمامة خضراء تحاول أن تطير وزوجها يمسك بها وهي ترفرف ثم ما كان من المرأة أو أم البنت إلا أن أمسكت بها وأدخلتها الخيمة فرجعت البنت أو رجعت الحمامة إلى صورتها العادية وهي صورة البنت اللي هي أربع أشهر فالرؤية دي عجيبة الحقيقة وكان تعبير تلك الرؤية أن هذه البنت تتعرض لأزمة صحية قد يعني كادت أن تزهق روحها بسبب تلك الأزمة الصحية يعني مرض شديد ولذلك تحولت إلى حمامة خضراء يعني كأنها عاوزة تمشي أو تطير لأنه كالروح عندما تخرج وكأن أباها يمسك بها ممكن نقول ده يعني اللي صرفوا عليها في المستشفى أو يحاول أن يعالجها وأمها أمسكت بها ممكن أيضاً سهر أمها عليها أو دعاء أمها لها فشوفوا الرمز جميلة كيف تحولت البنت اللي عندها أربع أشهر تحولت إلى حمامة وخضراء الخضرة دائماً إشارة إلى البراءة وإشارة إلى خضرة الجنة وكنها يعني تريد أن تطير كما تشبه الروح ولذلك ورد في الحديث أن الشهداء يعني الروح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق في الجنة في تشابه واضح وبعدين محاولة الأب الإمساك بتلك الحمامة وهي ترفرف وتحاول أن تنطلق لكن تأتي الأم كأن يعني دعاء الأم ولجوءها إلى الله سبحانه وتعالى يعني كان حازماً حتى أنها أخذتها ولم تصنع كما صنعت مع زوجها وإنما أخذتها وأدخلتها الخيمة وعندما أدخلتها تحولت ورجعت البنت فده معناه أن البنت تنجو إن شاء الله تعالى من تلك الأزمة فهي رؤية تحتاج إلى تأمل رؤية جميلة جداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته